مرحبا بكم معنا هذا الطغير مرحبا بكم معنا كما تلاحظوا نخرجنا من القفاص وتلقنا في غرفة تكون النوافي مغلاقة تبقى تطير وتزي تقرر من الشخص لأنه مول بأنني تنقل القفاص لأنه يتعر يجل عندي هذا كل ما يتعر يتعرر بأنه يكون مطلق في الدار والمرحلة التي تبدأ يتغرد لا تخرج من القفاص يتعرر بأنه يتعرر لأنه يتغرد ومن بعد يتعرر بأنه بحاجة خارج القفاص يتغرد ولكن مرحلة تلية هو أن يتعرر بأنه يتغرد خارج القفاص لأنه يتعرر ومن بعد تنقل قفاص ونعود مرحلة بأنه يتعرر لا تنقل قفاص بأنه يتعرر ما نمع سنقوم بتلقوه باش نشوفوه وشادي بدا يقول بالبيت في انتال فلقوه وشادي بدا يغرب وقد انتهى الواد مارح لنجموعين ان شاء الله نشاء الله معنا بجيزة الاخير تبا هذا اليوم الاخير دينا دي الاسبوع الثاني من بعد الاعادة والاعادة تخلوك فصلت خارجوك لو كنتحدا تبا ودنا تنصل على المرحلة تشطوير تبا يخرج تبا تبا تغرب حالة القفاص الداخل من شاء الله من بعد الفيديو اللي بعد هذا تنزل المرحلة ديال اللي تبدي غربت فوق اليد دينا وتبدي وقت فوق الكتيف دينا يعني لماذا لم اصلتش ل هذا المرحلة باش نصورها لكم بل لكن انا هتنوعتكم بإذن الفيديو جزا ان شاء الله اللي عادي ننصله وغادي يكون في هذا المرحلة حدي ديال الان الطيخ تبا تلفد الامور في دياله وتبقى تيجيل عندك ومتع دياله وانتمنى او يوصل المرحلة دي الصغرية في اليد دينا اتمنى يكون اعجبكم هذا الفيديو متابعة يوصل الاخر دياله وليش افترض الفيديو ويشترك القناة ويفعل زر الجرس ويشتركوا الجديد ان شاء الله وشكرا لمتابعة ليالكم الى فيديو اخر بحول الله اشتركوا في القناة